فنعرض عن التكلم عن الأصل الخامس فهو أصل مهم جدا جدا خاصة في حياتنا المعاصرة اللي ملئت بحالة من حالات الجفاء في مسألة العبادة اللي تولدت من الكمية اللي احنا بنعيش فيها وتولدت من الجفاء اللي الإنسان فيه بيعيش في حركات العبادة أكتر ما بيعيش في حقيقة العبادة والأصل اللي هنتكلم عليه النهاردة أن الله تعالى بسط لك العبادة لتفتح قلبك من قريب على حياة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وجملها بالأنوار والأسرار لتتهيأ لرؤية الجميل الغفار الأصل ده هل لقيه واضح جدا جدا في آيات الصيام في سورة البق ففي أثناء الكلام عن الصيام يقول سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله سبحانه وتعالى بسط لك العبادة أي جعل العبادة مبسوطة وطول الوقت احنا عارفين إن العبادة فيها يسر وهذا من قبيل البسط والبسط عندنا هنا بمعنى الوسع فبسط لك العبادة عشان يفتح لك حياة فيها ما لا عين الرأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فهي حياة اللي هو باب ما لا عين الرأت ولا أذن سمعت لأن الله سبحانه وتعالى هو بيفتح لك باب عالم جديد أنت لازم تعرف عليه هو عالم العبادة هو عالم مليء بالأسرار مليء بالأنوار بعض الناس يشوفوا أنه عالم غريب بس هو في الحقيقة عالم الواسع القريب وهنا لما ربنا سبحانه وتعالى بسط لنا العبادة بيدينا تلات مفاهيم للبسط البساط والبساطة والبسط المفاهيم التلاتة البسط إن الله سبحانه وتعالى بسطة أي وسع وعمق فالعبادة واسعة عميقة هي ممكن نعيش فيها فتوغلوا فيه برفق هو ده المعنى اللي احنا ممكن فيه فنتوغل في العبادة برفق طب يعني ايه اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل العبادة عميقة وواسعة لأن العالم اللي هتدخله ده اللي هو عالم العمق وعالم السعة اللي موجود في العبادة الله سبحانه وتعالى يريدك أن تعيش في حياة لا آخرة لها معه سبحانه وتعالى الأمر الثاني البساط كما لو تعلم بإن بساط الريح بيأخذك إلى أماكن بعيدة فأنت في حضرة مولاك سبحانه وتعالى بيبسط لك بساط بساط يعني الله سبحانه وتعالى يستقبلك بمحبة فيبسط لك بساطا لكي تدخل على بساط الرضا وبساط الرفع فيرفعك في الحضرة القدسية إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى إذن أنت في الحضرة وكأنك تطير وكأنك فإنه لي تجعلك تطير في جمال حضرة مولاك سبحانه وتعالى فعندما تكون مع الله أنت لا تذهب بل المكان هو الذي يأتيك الحاجة التالتة والمفهوم التالت هو مفهوم البساطة اللي هي أن الله سبحانه وتعالى بسط لك العبادة أي بسطها واسعهلها ولقد يستنى القرآن للذكر أي ولقد يستنى العبادة للحضور في الحضرة القدسية فالعبادة أيضا ميسرة بسيطة لكي تكون مع الله في الحضرة فكل ما لديك من العبادة أنها صعبة إنما هو من مشاعر من ناس عبدوا الله سبحانه وتعالى بالتوفصيل وعبدوا الله بالكم ولم يعبدوا القدير الذي أزن بالتيسير لكي تذوق حلوة ود وقرب العلي القدير المعاني دي كلها هي معاني مهمة جدا 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 في الأصل الخامس من أصول العبادة ونحن نذوق حلوة أسرار فإنه لي ويظل المعنى أن البسط والبساطة والبساط في العبادة لكي تظل في حضرة مولاك في حضرة فإنه لي فإنه لي